لموضوعنا وخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في ستوديو نهاية الأسبوع الأستاذ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية أهلا بك يا دكتور منورنا دايما في برنامج نهاية الأسبوع عايزين نعرف بقى دلوقتي يعني يمكن احنا أثناء الفاصل كنا منتكلم على تقلبات الجو ووسيادتك قلت ان في حاجات كتيرة جدا بتصيب الجلد أثناء التقلبات من صيف لشتاء من شتاء لصيف ايه أبرز الأمراض الجلدية اللي بتصيب والله هي أكتر من حاجة يعني طبعا دلوقتي مع تعاير الجو ده وساعد بيبقى فيه الهوا فيه تراب وكلام من ده الناس يبتعين من الحسية خصوة أطفال تبدأ تظهر على الأعرض الحسية عليهم هببست رغبة في الهرش التهابات حامرة في حتات مختلفة في الجسم في الجسم الواجه الإيدين حتى كبار ممكن برضو كبار كمان فدي من الحاجات بتظهر في الفترة دي سواء في الخريفة أو في الربيع كمان الأمراض الفيروسية زي؟ أشهرها الجديري يعني إحنا من دول بنشوف حاجة جديرة كتير حقيقة عند الصعيرين وعنده كبار حاجة اسمها الحزام الناري الحزام الناري برضو بنشوفها تقريبا بشكل معدل عالي ده سبب وإيه الحزام الناري ده دكتور؟ بصي قصة دي عشان كتير ناس مش عارفها هو الحقيقة الفيروس اللي بيصيب الحزام الناري هو نفسه الفيروس اللي بيصيب الأطفال بجديري بس إيه بيحصل؟ كمان الأطفال بيجدهم كديري؟ أقول لحدك الفيروس بيصيب الطفل فيجده كديري بيقض عنده أسبوع ويخف بعد ما بيخف الفيروس ده نفسه بيمشي ويروح يكن فيه النخاع الشوكي بتاع الطفل في العمود الفخر في النخاع الشوكي ويعيش فيه 20, 30, 40, 50 سنة في وقت ما موقعته إنسان ما كبير لو اتعرض لحاجة تقلل نشاط الجهاز المناعي أو ضعف في المناعي ينشط هو في النخاع الشوكي فيمشي ياخد بس كامل مش خطير على فكرة مرض جريه مرض مش خطير يعني مش مرض يسبب قلق ويعمل مرض بسيب بيعد أسبوع هو بيبقى برا عن إيه توسلق الطفل يسخد يجيله رشح جسمه يبقى مكسر صداع 48 ساعة تمام فكي تختفي الأعراض دي ويبدأ يصرف طفح الجلد حبوب حمراء ثم تتحول الفاقية ثم إلى بثول صددين بعد أسبوع بيكون اختفت الأعراض كلها وانتهى المرض وبيحتاج راح أيوة أنا أقول لحضرك الأهلي بتتخض جدا من الحكاية دي وفي نفس الوقت ما بيهتموش أبي بالتطعيم فننصح بقى بالتطعيم ضد الجلدين يحبي نفسك أحسن ولما يبقى بقى حزام ناري يعني لما يحصل بقى حزام ناري مشكلة الحزام ناري مشكلة خطورته في إيه بقى؟ أولا طبعا هو يعني مشكلته في القلم مؤلم جدا لأنه لتهاب في العصاب فالتخلل دي عصب ملتهم دا الواحد لو اتخبط على العصب بيبقى متقلم جدا أو لو درس مثلا عصب أريان بيبقى راحبش مستحمل فما بقى بعد العصب كله ملتهب ويعد وما كانش الإنسان ياخد الدواء المضاد للفيروس فأول 3-4 أيام ممكن القلم دا يعد مع الإنسان شهور آه يعني يفضل طول الوقت بس ما بيبقاش مزمن يعني ملوش لا لا هو كمان لما راحب يصبي ما بيرجحش تاني خلاص هي مرة واحدة بس بيجي له مرة واحدة بس تمام طيب وده بيبقى فيه مشكلة منعية أو حاجة ولا هو بس لا دا أصابة فيروسين اما لو منها عقلت بينشط بينشط أكتر بينشط أطول وده من الحاجات الحقيقة المنتشرة دول مرادين منتشارين يميندول كتير طبعا الفيروسات بصفة عامة مختلفة كلها بتنشط هذه الأيام إنها بتسأل ليه ليه طبعا دلوقتي الجو ابتدت درجة الحرارة تعتدل آه ما بقاش يعني زي يوليا أغسطس وفي نفس الوقت مش برد قوي زي الدرجة الحرارة دي مناسبة لنمول الميكروبات بصفة عامة يعني إحنا إما بنجي ناخد الميكروبات المعتبلة ونحضرها في المعمل بنحطها في درجة الحرارة لزي كده فدي درجة الحرارة مناسبة لنصوات الميكروبات بصفة عامة سواء زي كاتفطريات أو فيروسات أو بكتيريا عشان كده في هذا الجو الجميل طب أيضا تنشط مع الميكروبات طبعا ما هوك بصي كل حاجة ليها مميزاتها وليها عيوبة طبعا يعني الجو المعتدل دقة جميل